الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الحدادة الرسمي وتنكيس الأعلام وذلك حداداً على ضحايا هذا الحادث الحريق وزارة الداخلية في غزة كشفت عن وجود كمية بنزين المنزل المحترق ما ساهم في تصاعد النيران كما أكدت وزارة الداخلية في غزة على تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث الأليم ولا المفجع الفصائل الفلسطينية بدورها أيضاً أعلنت الحدادة الوطنية على أرواح الضحايا الذين قضوا في مخيم جباليا من جانبه أيضاً تقدم القيادي الفلسطيني محمد دحلان بعميق الموساتي وأحر التعازي في ضحايا كارثة الحريق المفجع في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة مطالباً بالبحث في كل ما يتوجب عمله وذلك لمنوعي وقوعي كوارثة المستقبلية تفجع الفلسطينيين أتحول إلى مرسلنا في قطاع غزة وبتحديد من شمال القطاع محمد الدعور محمد الصورة لديك الآن نعم كنت تسمعني محمد هل لك أن تنقل لنا الصورة نعم نعم أسمعك في هذه اللحظات تخرج الجماهير الفلسطينية هنا بكافة الأطياف لتشييع جثامين واحد وعشرين من ضحايا الحريق المفجع الذي وقع مساء أمس الخميس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في وسط أجواء من الحزن والألم والوجع من قبل هؤلاء المشيعين الذين حاولوا جاهدين أن يقوموا بإخراج ما يمكن إخراجه من أحياء من داخل هذه البناية التي اشتعل الحريق فيها لكن لم ينجو أي أحد من هذا الحريق بذلت جهود كبيرة من قبل طواقم جهاز الدفاع المدني في محاولة إطفاء الحريق لكن كانت النيران أسرع في التهام المنزل وجدرانه بذلت جهود كبيرة أيضا من قبل المواطني في محاولة إنقاذهم لكن للأسف راح ضحية هذا الحادث الأليم سيدات وأطفال ورجال من عائلة أبو رية وجاد الله وكذلك من عائلة الكحلوت والآن يتم تشييع هؤلاء الجثامين في موكب مهيب خرج من مسجد الخلفاء الراشدين في شمال قطاع غزة وصولا إلى مقبرة بيت لاهي حيث سيوارى جثمان هؤلاء الضحايا الذين سقطوا وكانت هذه مناسبة خلال الكلمات التي تم إلقاؤها داخل هذا المسجد بضرورة أن يتحرك العالم العربي والإسلامي ومد قطاع غزة بما يلزم من معدات تخص جهاز الدفاع المدني